بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثالث من الدرس الرابع وهو بعنوان Finding Inverse of a Matrix by Gawes Elimination كيفية إيجاد معقوس المصفوف في استخدام Gawes Jordan للحيث في البداية ملخص الطريقة نضع المصفوفة A نضع بجانبها مصفوفة الوحدة من نفس المقاس فنكون المصفوفة الموسعة A و I ونحاول باستخدام العملات الأولية على الصفوف Elementary Row Operations أن نجعل المصفوفة التي عدى اليسار هي مصفوفة الوحدة فتكون المصفوفة التي عدى اليمين هي معقوس المصفوفة A إليكم المصفوفة التالية وهي 2 في 2 حتى نوضح هذه الفكرة في البداية نكتب هذه المصفوفة في شكل مصفوفة موسعة 1 4 سالب 1 سالب 3 نضع بجانبها مصفوفة الوحدة من نفس المقاس 2 في 2 1 0 0 1 ثم نحاول باستخدام العملات الأولية على الصفوف أن نجعل هذه المصفوفة التي عدى اليسار مصفوفة وحدة أو كما نقول إن ريديوست رو إشلون فورمي يكون القطر الرئيسي 1 1 وفوقه تحته أصفار فماذا نفعل؟ نلاحظ أن أول عنصر هنا هو واحد وفر علينا مجهودا الآن نحاول تصفير العنصر سالب واحد لحسن الحظ أنه عكس الصف الأول في الإشارة فيكفينا الجمع نجمع الصف الأول زائد الصف الثاني الصف الأول نكتبه كما هو 1-10 4-31 1-01 0-11 لحسن الحظ أيضا أن هذا العنصر leading 1 1 فلا يتبقى لنا سوى أن نصفر العنصر أربعة ماذا نفعل؟ نضرب الصف الثاني في سالب أربعة وهو المعقوس الجمعي لأربعة ثم نجمع الناتج على الصف الأول نكتب الصف الثاني كما هو 0-1 1-1 1 1 في سالب أربعة سالب أربعة زائد أربعة سالب أربعة موجب واحد سالب ثلاثة سالب أربعة موجب صفر سالب أربعة الآن تلاحظون أحبتي أن الجزء الأيسر من المصفة الموسعة أصبح مصفوفة الوحدة أو مصفوفة في شكل Reduced row echelon full فيكون الجزء الأيمن من المصفوفة الموسعة هو معقوس المصفوفة أي أن A-1 تساوي سالب ثلاثة سالب أربعة واحد واحد إذا أردنا أن نتأكد من صحة هذا الحل فباستخدام النظرية السابقة يمكن الحصول على A-1 مباشرة هي تساوي واحد على حاصل ضرب القطر الرئيسي واحد في سالب ثلاثة بسالب ثلاثة ناقص القطر غير الرئيسي واحد في سالب أربعة بسالب أربعة الآن نعكس عناصر القطر الرئيسي سالب ثلاثة مكان الواحد وعناصر القطر غير الرئيسي تبقى كما هي بعكس الإشارة فتصير الأربعة سالب أربعة وسالب واحد يصير موجب واحد المقام عندنا سالب ثلاثة موجب أربعة يعني واحد وهو نفس الحل السالق